سريعا قبل ما نخلص في حاجة مهمة جدا عايز اقولها لكم احنا بنحاول نشتري امر صناعي من فرنسا اي نعمة ما معناش فلوس وما وروتين وما عندناش عملة هتلينا لو سمحت الخبر آآ مصر بتسعى للشراء امر صناعي من فرنسا بس العقبات الاقتصادية هي اللي منعانا العقبات الاقتصادية ان احنا ما معناش فلوس ما معناش سيولة فرايحين نجيب امر صناعي هتقول لي ايه فايدته اكيد ليه فايدة مش هقولك لا ولكن توقيته مناسب لا مش مناسب لانك ما عندكش فلوس ما عندكش عملة صعبة ما عندكش سيولة عندك مشاكل في انك آآ تمشي بلدك وتأكل ناسك فانت رايح تجيب آآ من برة آآ يعني آآ حاجة غريبة جدا امر صناعي في الوقت ده مش الامر الصناعي الغريب الغريب هو الوقت ده لان انت عملت اقترد بأعلى فايدة على الاطلاق ومش عارف تكفي آآ شعبك وبتقترد ستة مليار في اليوم ستة مليار جنيه في اليوم وعندك عروض للاستحواز على شركات كتير في في مصر دلوقتي فتقريبا انت بتبيع الشركات علشان تجيب امار صناعية زي اللي بيبيع بيتة بوع عشان يجيب عربية يوقفها قدام البيت وي ايه ويتمنظر بيها على جيرانه مصر تحتاج لتأمين خمسة مليار دولار قبل ما تخفض العملة علشان ما يبقاش انهيار كامل ده خبر بتقوله العربي الجديد فبيقولك قد ايه احنا واقعين في ورطة اقتصادية كبيرة جدا قط اقتمان من الهند لمساعدة مصر في ازمته احنا داخلين دلوقتي بناخد اقتمانات من الهند علشان يساعد نساعد مصر في الازمة جبتك يا عبد المعين تعني ولكن يا عبد المعين لقيتك ايه تتعاني عايز تتعاني القصد في الفقرة السريعة دي ان احنا عندنا سفه في الانفاق سفه سفه بمعنى كلمة سفه عايز تجيب امر صناعي عسكري وانت مش لقيتك عايز تجيب امر صناعي عسكري وبتقترد وبتبيع اصول الدولة عشان تسد الديون انت كنت السبب فيها ومصر على انك تجيب الامر الصناعي العسكري غياب الاولويات الافاق اللي ماشي بالبلد وماشي بيها زي الشيخ حسني في فيلم الكتكات وبيلبس بيها في الحيط مش عارف اولويات وامجديات ادارة الدولة وبعدين يقولك اصل الدولة مش اكل وشرب